لا تزال المعارك مستمرة بين المقاومة والميليشيا في عدد من الجبهات بتاعز أهمها محيط القصر الجمهوري وثعبات والحصب ومناطق في الضباب قد تحجب الرؤية عن تعز لكن صوتها يظل الأعلى إذ تخوض المقاومة معاركها بلا توقف فالمدينة التي تقاتل منفردة وانبثق منها نصرا جزئي أمنت تقدما في أكثر من جبهة في الأجزاء الجنوبية الغربية كجبل الكشار وقلعة القاهرة وأغلب المواقع التي كانت تطمح الميليشيا لإسقاطها والسيطرات عليها فعاودت مسنودة بقوة الرئيس المخلوعي تحاصر وتقصف في محاولة لطمس معالم المدينة وفي مقدمتها السكان من يسقطون كل يوم بالعشرات بين قتيل وجريح تتوسع المواجهات بشكل كبير في محافظة تعز مع استمرار القصف العشوائي على الأحياء السكنية وسواء ركضت المقاومة مع الجيش الوطني أم أبطأ الخطى فهم يتحدثون عن استراتيجية معينة باتوا يعملون وفقها اليوم المقاومة تتحول إلى مرحلة الهجوم الكاسح ولكن المقاومة داخل تعز وفق الرؤية للقيادة السياسية بالكامل تحارب على المستوى على النفس الطويل على هذه الهيئة تترك الميليشيا أثرها في المدينة وتواصل استهدافها من جبل السوفيتيل ومنطقة الحوبان والمطار القديم كما تحاول الميليشيا اختراق الجبهات من الجهة الشمالية الغربية وتفشل